عايزة أقول لكم قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة عايزة أقول لكم أن الفيفا بيعلن عقوبات جديدة ضد العنصرية والتميز سمعته في المباراة الأخيرة عن العنصرية وحد بيشوف حد شكله مش عارف إيه فبينتقده مش عارف ميولو إيه فبينتقده إيه ديانتو إيه فبينتقده ففيفا يعني بيطلع عقوبات جديدة ضد العنصرية والتميز على حد قولهم أعلنت حد دولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميسة جديد عقوباته ضد السلوك العنصري أو التمييزي وتنص العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ ستدخل حيز التنفيذ إن شاء الله يوم 15 يوليو الجاري على فرض حظر جزئي على جماهير الأندية التي تمارس انتهاكات عنصرية بالإضافة لفرض غرامات مالية لا تقل عن 20 ألف فرانك سويسري كعقوبة أولى ومن المقرر أن تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى خصم النقاط أو الاستبعاد من المصابقات حال تكرار السلوك العنصري أو التمييزي لجماهير الأندية أعلن فيفة تطبيق عقوبة منع دخول 10 مباريات على الأقل على أي شخص يسيء لكرامة أو سلامة أي بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أعمال تمييزية أو مهينة بأي طريقة كانت بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الأعاقة أو الميل الجنسي طبعا حضراتكم عارفين كل الكلام ده من غير تفصيل أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو السروة أو الميلاد أو أي وضع أو سبب آخر دي التفاصيل بتاعة العقوبات اللي إن شاء الله هيفرضها للاتحاد الدولي الفيفا إن شاء الله هتنفذ من يوم 15 يوليو ودي أسبابها ولدى حكام المباريات خطة من ثلاث مراحل في حال وقوع أي انتهاك عنصري حيث من الممكن أن يتخذوا قرار إذا لازم الأمر بإنهاء المباريات واعتبار الفريق الذي مرست جماهير تلك الانتهاكات خسرا يعني عقوبات صعبة جدا وينطبق هذا القانون التأديب على جميع المسابقات التابعة للفيفا وكذلك المباريات الودية أيضا والتي تشمل الأندية والمنتخبات الوطنية كان لازم نعمل كده من زمان بصراحة سمعنا قبل كده عن انتهاكات للون والدين يعني الشكل للأسف الشديد